مع انطلاق بطولة كأس العالم 2022 لأول مرة بدولة عربية وإسلامية احتفل سكان قطر ومعهم مختلف البلدان العربية بميلاد نموذج عربي عالمي في السلام والتنمية والإدارة الرشيدة نموذج حول الحلم إلى حقيقة ونظم بثبات أكبر حدث رياضي عالمي وفي هذا الاتجاه نظمت العديد من الفعاليات الثقافية والمساهمات الأدبية والفكرية لتوثيق هذه اللحظة والاحتفاء بهذا الإنجاز القطري المتفرد ويعد كتاب العد التنازلي كأس العالم وقطر 2022 واحدا من هذه الإسهامات وشاهدا على جهود دولة قطر على مدار العقد الماضي للحديث أكثر طبعا حول هذا الكتاب يسعدنا أن تنضم إلينا في استوديو الكاتبة وخبيرة التخطيط الاستراتيجي ورئيس تحرير هذا الكتاب الدكتورة بثينا الأنصار أهلا وسهلا بك معنا أهلا بك سيدة بداية نبارك لك ولدولة قطر طبعا على تنظيم كأس العالم هذا الحدث العالمي ونبارك لك الكتاب أيضا حدثينا عن مضمون هذا الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم أشكركم على الاستضافة وخاصة خلال هذه الأيام المباركة والتي تتميز باستضافة مونديال قطر لكأس العالم 2022 طبعا هذا الحدث استثنائي حدث بهذه الضخامة لا بد من الاهتمام بتفاصيلها الدقيقة ونقل صورة حقيقية وواقعية عن هذا المونديال تعودنا على السنوات الأخيرة أننا نتحدث عن الاحتفالات وعن البطولات عن طريق التواصل الاجتماعي وعن طريق الوسائل المأرئية والمسموعة ولكن ارتأيت أننا لا بد من توثيق هذه الأحداث في كتاب يضم العديد من الفصول التي تتحدث عن استعداد دولتنا الحبيبة قطر لكأس العالم 2022 طبعا منذ أن أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السيد بلتر عام 2010 شرف الاستضافة لدولة قطر وكل من يعمل على قدم وساق باختلاف مناصبهم باختلاف مواقعهم في دولة قطر وشهدنا في خلال فترة 11 سنة أو 12 سنة كل من يعمل في مجاله وتراكمة الخبرات وأصبح لدينا العديد من القيادات التي بالفعل نعتمد عليها في إحداث صناعة الرياضة في قطر طبعا هذا الكتاب يتكون من أربعة فصول رح نلقي عليها سريعا الفصل الأول يتحدث عن تاريخ كرة القدم منذ انطلاقتها وتعريفها للشباب والبنات الجيل الحالي لأن ارتأيت أن أكون في الفصل الأول يكون ويكيبيديا مصغرة عن كأس العالم فمنذ انطلاقتها في الأرقواي عام 1930 إلى روسيا عام 2018 طبعا خلال هالثمانين أو تسعين سنة تخللتها أحداث تم رصد أول بطاقة طرد حبراء أو بطاقة صفراء انذار كلها رصدتها لكي يكونوا عندنا مخزون ثقافي عن كرة القدم ثم انتقلنا إلى طبعا الفصل الثاني وهو الفصل المحبب لي استعداد دولة قطر لبناءها ثمانية ملاعب ذكرت فيها كل التفاصيل التي تهتم بالتكنولوجيا وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ثم انتقلنا إلى الفصل الثالث الذي بالفعل أصبح لديه إدعاءات وحملات مغرضة كثيرة على هذا الفصل وهو حقوق العمال في دولة قطر ثم انتقلنا وتحدثنا في هذا الفصل بإسهاب وكل المجهودات التي عملتها قطر من إصلاحات للقوانين والتشريعات وفتح مكتب العمل الدولي في دولة قطر كلها سرتها في هذا الكتاب وأيضا عملنا مقابلات مع منظمة حقوق الإنسان أيضا مع إدارة العمل هناك مؤتمر خاص بالعمال تنظمه جريدة الشرق وأيضا هناك كتاب مخصص نتحدث عن جهد عظيم الحقيقة وهذا الكتاب المصور والملون وهو وثيقة تاريخية لهذه المرحلة المفصلية الحقيقة في تاريخ قطر نركز أكثر على الجهد السنوات جمع المعلومات وأيضا مشاركين في إنتاج هذا الكتاب صراحة نقدم بشكر الجزيرة للجنة العليا للمشاريع والأرض طبعا زودتنا بعدد هائل من صور الملاعب صور عن أيضا المصممين لهذه الملاعب المعلومات الخاصة عن الملاعب أيضا الرعاة نوجه لهم شكر وهما من القطاع الخاص لأن ارتأينا أيضا أن نسرد في الفصل الأخير الشراكة ما بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص لأن كان لهم دور كبير في بناء الملاعب وأيضا البنية التحتية إلى أي حد برأيك ساهم كأس العالم في تغيير مفهوم منطقتنا العربية الأفكار عاداتنا والتي ربما الآخرين لديهم فكرة مختلفة عنها إلى أي حد ساهم كأس العالم في تغيير هذه الفكرة وربما هناك بعض النماذج من هذا الكتاب سؤال جدا جبيل أنا دائما لما أجاوب على هذا السؤال أعول على مقولة الفيلسوف الفرنسي الكبير جاك دريتا يقول وراء خط التماس في الملعب لا يوجد شيء لكن خلف كأس العالم توجد العديد من التغييرات في صناعة الرياضة على المستوى الاقتصادي الثقافي وأيضا على المستوى الاجتماعي بالفعل هذا الكتاب نقل صورة مشرفة عن دولة قطر وأيضا نحن شفنا الجماهير التي أتت إلى دولة قطر شلون نقلنا لهم الصورة الإيجابية للدول العربية دائما هناك صورة نمطية متخلفة في أفلام وكتب الدول الأوروبية وأيضا في أمريكا علجناها في رسائل الافتتاح لما أظهرنا صورة الجمل وبيت الشعر والمرأة القطرية بلبس البرقة وكل هذه الأمور بالفعل غيرت من الصورة النمطية المغلوطة المخوذة عن العالم العربي وهذا ما خلق الفضول لدى كثير من الناس معرفة المزيد عن الثقافة العربية والثقافة القطرية تحديدا أستاذ أبو ثينا لكي مساهمة في الكتاب عنوان الأثر الاقتصادي لصدافة قطر لكأس العالم عام 2022 حديثينا عنها أكثر وإذا الناس ربما ترى النتيجة لكن لا تدرك مدى الجهد المبذول قبل هذه النتيجة دائما الأثر الاقتصادي نربطه برؤية قطر الوطنية 2030 لأن منديال كأس العالم 2022 هو ملف من ملفات رؤية قطر الوطنية 2022 خدمة الأجيال القادمة وأيضا تحقيق أهداف التنمية المستدامة دائما يتردد على أسماءنا في وسائل الإعلام ميزانية 220 مليار دولار هذه الميزانية لم تخصص فقط للحدث الرياضي فقط 8 مليار لبناء الملاعب ومقارنة باستضافات دول أخرى لكأس العالم الرقم قريب لكن 220 مليار دولار على البنية التحتية شبكة النقل والمواصلات مطار حمد الدولي ميناء حمد مدينة لوسيل الريل كل هذه كانت تحت مظلة 220 مليار دولار وإحنا كاقتصاديين دائما نعول على المؤشرات نعول على الأرقام نعول على الإحصائيات فلما نشوف هذا المبلغ تم صرف على هذه البنية التحتية بالعكس يعني بيشكل نقلة إيجابية ودائما نحن الاقتصاديين يهمنا جذب الاستثمارات الأجنبية للبلد فعندنا بنية تحتية تساند وتجاهزة حق الاستثمار الأجنبي هذا ما شهدناه يعني النتيجة كانت ناجحة وكانت مبهرة بالفعل كونك أيضا أستاذ أبوثينا خبيرة في التخطيط الاستراتيجي كيف خططت لنشر هذا الكتاب وكل من يهمهما يعني ما يوجد داخل هذا الكتاب المحتى ومميز هل هو موجود في المكتبات؟ هل هناك ربما إلكترونيا موجود يمكن أن أتبع عليه؟ بضبط يعني دائما مثل ما تفضلت حضرتك التخطيط الاستراتيجي لابد يكون هناك رؤية رسالة وتحقيق أهداف ومؤشرات لقياس هذه الأهداف طبعا الكتاب إن شاء الله راح يكون في المكتبة الوطنية عشرين ثلاثة وعشرين وعدونا هذا الوعد وأتمنى ذلك لكن ارتأي أن أنا بأترجمة لعدة لقات أخرى ليتم التعرف على مضمون لهذا الكتاب من قبل الناس في دول ثانية حدثينا أكثر سادة أبوثينا عن الوقت الذي استغرقه صنع مثل هذا الكتاب يعني تحدثي عن مواد ومعلومات تم جمعها وأيضا تحرير لمشاركات ومساهمات الكتاب طبعا هناك فريق عمل يعني خلينا نقول مثل ورشة عمل كانت منذ يعني الفين وعشرين خلينا نقول وكان هناك يعني آثار للكورونا فكان عندنا وقت كبير أن نحن نفكر في الفصول وترتيبها ومحتواها مع مركز حوكما نوجه للشكر للدراسات يعني أعانوني أنا كانت مجرد فكرة والله كنت يعني في الطائرات راجع من لندن إجازة الصيف ففكرت قلت لازم أسوي شغلة حق بلدي أن أوثق هذا الحدث وأنا عندي عيال في سن المراهقة وفي سن الجامعي فحبيت أن أنا أورث لهم شيء ويوجد في المكتبات الوطنية وأيضا خارج الدولة لما حضرنا مؤتمرات وعملنا ورش عمل خارج دولة قطر بالفعل وريتهم الكتاب وطلبوا نسخة كبيرة فدائما أنا أيضا مثل ما تفضلتي التخطيط الاستراتيجي أنت تنبين عائد على الكتاب ففي هذا الكتاب بالذات بالفعل صار عندي عائد معنوي عالي جدا أكثر من روح المادي صراحة يعني قنوات كبيرة تصلت فيني قنوات مش محلية فقط وهذا الأثر اللي راح يتركه أنه إحنا يخلينا نفكر فيه كتاب ما بعد المنديال وهو نتحدث عن الإرث الذي راح شاء الله يكون وراء والحقيقة أستاذ أبوثينا يعني أنه متنوع يعني يحتوي فصول مختلفة كما ذكرت يعني بداية من تاريخ كأس كرة القدم ومن ثم تحضير قطر لاستقبال كرة القدم وأيضا فيما يتعلق بحقوق العمال نحن نتحدث عن موضوع واحد وحسب وإنما متشاحب وهذا يعني يحتاج إلى جهد أكبر صحيح يعني حتى يعني إلى جادة بصور الملاعب إذن مثل ما قلت لكم بشكل مخصص اللجنة العليا للمشاريع والأرثب أهتمت بهذا الكتاب وأعطتها اهتمام كبير أنا ما توقعت أنه ببناء لهذا الإعجاب وفعلا حتى منظمة حقوق الإنسان عندنا أعطونا معلومات كثيرة شون اشتغلوا على ملف العمال القطاع الخاص كثير سندونا في هذا الكتاب لأنهم يعني يبرزون أنه مش إحنا بس خلف الكواليس نبي الناس تعرفوا هذا دعاية بطريقة غير مباشرة يعني هذا الكتاب طبعا مميز جدا خبيرة التخطيط الاستراتيجي والكاتبة ورئيس تحرير كتاب العد التنازل لكأس العالم 2022 أستاذ أبو ثينا الأنصاري أنت خططت وعملت ونجحت في تحرير هذا الكتاب شكرا جزيلا على حضرك معنا اليوم شكرا لك دكتور أبو ثينا وأتمنى لكم كل التوفيق شكرا لكم اشتركوا في القناة